اهلا بكم في قناة مسائل اخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مسائل في اللي عليكم النهاردة هنتكلم عن توقعات ابو علي الشايباني للدول العربية لعام 2022 ابو علي الشايباني مشهول جدا وغني عن التعريف في ناس كتير طبعا عرفها وفي ناس كتير اه بتحب تسمع توقعات وكلامه ولكن في ملحوظة مهمة جدا حابة اقولها قبل ما نبدأ في التوقعات حابة نبه كل اللي بيسمعوني دلوقتي او هيتفرجوا على الفيديو ان القناة بتاعتنا بتعرض التوقعات ولكن ملهاش انها تقول اه انها جايباها مثلا علشان اه رأي معين او بتنحزل دولة معينة او الكلام ده نأ احنا منتمنى الخير لكل الدول العربية وبنحب كل الدول العربية ومنحبش ندايق حد ولكن اه ابو علي الشايباني واحد من دمني اللي بيتوقعه فلازم ان احنا نعرض كل التوقعات بتاعته حتى لو احنا مش مع رأيه او اه او مع اه كلامه ولكن احنا ناس حياديين ما بتنحسل حد وبنتمنىش غير الخير لكل الناس فاتمنى ما حدش يزعل مننا احنا مجرد بننقلكم التوقعات زي ما هي بدون تغيير وامانة لازم ان يكون في امانة في النقل ما ينفعش ان انا اخد توقعات معينة اعرضها وتوقعات تانية ما اقولهاش لازم ان اعرضها زي ما صاحبها قالها بالزبط بدون اي مبلغات او بدون اي نقص اه اتمنى الفيديو يكون هيعجبكم ان شاء الله بس زي ما انا قلت محدش عايز اي حد يزعل مننا خصوصا الدول او اهالي الدول اللي هتسمع الفيديو تعالوا مع بعض نشوف هو قال ايه بس قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس ولو اعجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالشير واللايك بداية كده قبل ما يتكلم عن توقعات الدول العربية قال ان مصدر توقعاته حسب قوله هو ان لديه معلم بيرسم له ما يقوله وبيقوله كل حاجة عن تلك التوقعات وهو ما بيجيبش التوقعات دي من عنده وعاد يتكلم شوية عن استشهاد قسم سليماني كلنا عارفين انه كان في 3 واحد 2020 تقريبا وهو وابو المهدي المهندس وقال ان بعد استشهادهم انقسمت الفصائل في العراق وكانت لهم الفرقة وايضا قال حصل تغيير في الكون فحييجي حد يقول ازاي يعني حصل تغيير في الكون بيقولك شفنا بعديهم الخونة اللي كانوا بيخافوا منهم طلعوا على حقيقتهم وفضحهم الله بعد مقتلهم وتشمت العدو بنا ولكن كما فعلوا بنا سيفعل بهم وفيه سؤال مهم جدا للعلماء قاعد يتكلم شوية عن المظاهر الطبيعية القصية اللي بنشوفها حاليا من فيدنات ومن عصر جليدي وتلج وحاجات غريبة بدأتنا نشوفها حاليا وبيقول بسأل العلماء سؤال مهم جدا هم بيقولوا ان السبب الفيضانات دي والكوارث الطبيعية بتأتي من الاحتباس الحراري طيب انا عايزة اسألهم سؤال هل كان في زمن نوح كان في احتباس حراري هل كان في العصر الجليدي احتباس حراري كل اللي بيقولوا عبارة عن دوامة من الكذب وطعم رماه لنا الغرب للابتعاد عن الدين وكل اللي بيحصل لنا عشان نرجع لربنا ونتوب لان بسبب غضبوا علينا حصلت تلك المظاهر طيب دي كانت بداية كده هو قالها قبل ما يخش فيه توقعاته للدول هنبدأ بدولة العراق وقال ابو عالي الشايباني ان هذا العام سيخلو العراق من المرجعية الدينية ويبقى بدون مرجع ديني حتى ظهور الامام ويتعرض السيد القازمي لمحاولة اختيال اخرى ويقول اتمنى ان هو ينجو منها ويأتي سيل او فيضان تاني على اربيل وتغرق الكوفة وارى في حرارة بغداد السلج العراق لن يستقر الا عند ظهور الامام ولا حتى هيبقى فيه اعمار للشوارع والميدينة او اي حاجة في العراق حتى ظهور الامام يعني هيفضل الحال زي ما هو عليه كده ستسقط كل الاسماء وتنتهي الى الابد وتأتي اسماء جديدة تلعن بعضها بعضا عصفة تأتي الى النجف بين الشهر التالت او الخامس مرعبة جدا عصفة ومطر في البصرة في غير اونها سيموت جمعا كبيرا في النجف ممن يدعون العلم وسيودع الناس الكثير من الناس على الاطلاق ستجدون ظاهرة عند مركض الامام علي مرعبة وهذه السنة فاصلة في ظهور الامام هذه السنة ستعرفون من لديهم دين ومن هم كذابين وارى هزة ارضية بين السليمانية واربيل يشعر بها النجف وارى هزة ايضا في ايران تهدم الكثير من البيوت ارى البصرة تشتعل بالنار او يشتعل النار في ميناءها اشتعالا كبيرا يبقى فيه نار في ميناء البصرة وارى في بغداد فوضى وترجع للتظاهر وفيها يقتل الناس واتمنى من اهل بغداد ان يحتفظوا بذهبهم لان دبي ستنهار كمنهار لبنان واتمنى منهم ان هم ياخدوا اموالهم قبل انهيار دبي ده على العراقيين طيب ده بالنسبة لدولة العراق وده كل اللي قاله ابو علي الشايباني اما عن ايران فقال ايران ستضرب من اسرائيل ولو اعتت ايران كل ما تملك من اجهزة الطرد المركزي اللي هم بيستخدموها يعني في المفاعلات النووية وهكذا وسلمتها لتل ابيب ستقوم الطائرات الاسرائيلية والطائرات السعودية الوهابية والبحرينية الوهابية بدرب ايران اديني بقول ده مش كلامي ده كلام ابو علي الشايباني وعلى مسئوليته ثانيا ان العالم ليس خائفا من المفاعل النووي الايراني بل التشيع ما يخيف اسرائيل والوهابية سيكون الغرب ايران ويتعانونها بالظهر وايران لو وقعت الاتفاق وهذا ما يردونه وهذا بعدها بعد ما توقع الاتفاق النووي يعني سنسمع هذه الطائرات على ايران وستحرق سفنكم السفن الايرانية سيكون في تحسن بايران بعض الشيء واذا عدت ايران الفترة ما بين 14 يناير للشهر السادس بسلام هتكون ايران قائد في العالم ولكن هذا لن يحدث لاني رأيتها كيف سيتم قصفها سيكون في ايران عواصف كثيرة ولديها زلزال مرعب يدمر مدن ويموت فيها جمع كثير من الناس ايران ترتفع عملتها بعض الشيء ثم تنحدر ايران تترقب ماذا سيحدث في اوكرانيا واخاف اذا ما حدثت اذا ما حدثت يعني لو ما حصلتش الحرب بين روسيا واوكرانيا ارى الطائرات تضرب تهران ايران لديها سيول من المياه وهزات وزلزال مرعب في عدة مناطق او زلازل مرعبة في عدة مناطق بايران منها تهران وستسمعون عن اختيالات كثيرة هذه المرة تفوق عدد الاصابع في ايران ده بالنسبة لايران اما عن السعودية فالحقيقة الكلام كان مرعب بالحقيقة ويعني فضيع جدا زي ما انا قلت مش عايزة اي حد يزعل مننا من اي مكان في العالم ده كلام السيد ابو عالي الشايباني وعلى مسئوليته وتقدروا تبحثه في اليوتيوب وهتقدروا تلاقي الفيديوهات موجودة وتحت برنامج اسمه دروب الرجاء قال ينتظر السعودية في 2022 موت ملكها ويتنازع اهلها على الملك ولن يبقى منهم شيء الا ودخلت الفتنة بيوتهم وان محمد بن سلمان لن يحكم اكثر من تسعة شهور بعد موت الملك السعودية يظهر فيها بركان ظاهر للعيان وهي بشرة ظهور المهدي وفيها الكثير من العواصف والسلوج وارى انفجار عظيم في السعودية ليس مصدره من الحثيين السعودية تحترق فيها ارامكو ثانية وكثير من مدنها لاني ارى حين تبدأ الحرب تضرب تلك المدن ضربة قاتلة السعودي سيطبع مع ايران ولكن كل هذا سيكون غير حقيقي الحج سيكون معطلا للسنين حتى ظهور الامام وارى شق في الكعبة نتيجة هزة ارضية ارى القبائل العربية ستكون ضد محمد بن سلمان رغم عطائه فلا يبقى معه الا القليل القليل وبذلك يذهب ملكه وقال سعود الى الابن تكن كلامه للسعودية والايران والعراق اتمنى من كل اللي بيسمعوني ما يتضايقوش او يزعلوا مننا ان احنا بنعرض التوقعات لكن زي ما احنا قلنا هو الراجل ليه متابعين كتير جدا ممكن من اللي بيسمعوني دلوقتي من متابعين طبعا ابو عالي الشايباني احنا بنحترم كل الاراء وبنحترم كل الجهات ولكن هذا لا يعبر عن رأي القناة احنا بنتمناش غير الخير لكل الناس وكل الدول العربية وانتو حبا يبنى بكل اتجاهتكم ان كنتم صنة شيعة اين كان مذهبكم احنا بنحبكم وبنحترم اراءكم وكل واحد حر في معتقده ما نحن الا البلاغ ما علينا الا البلاغ فعشان كده بقول احنا بنبلغكم بكل امانة بدون ان احنا نشيل حاجة او نزود حاجة طبعا والكلام موجود في فيديوهات على اليوتيوب في برنامج اسمه دروب الرجاء او القناة الرسمية لابو عالي الشايبان شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتقول لي رأيكم في التعليقات عن تلك التوقعات واشوفكم بخير بإذن الله فيديو جديد لسه ده جزء اول في جزء تاني عن بقية الدول لسه معنا دول تانية هو اتكلم عنها هتعرفوا التوقعات دي في فيديوهات اخرى شكرا واشوفكم بخير